حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من قضاء الله للمؤمن إن أمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصبته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصبته ضراء فصبر كان خيرا له حدثنا يزيد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه فقالوا وما هو ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب قال فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه ثم قرأ للذين أحسنوا الحسن وزيادة وقال مرة إذا دخل أهل الجنة حان عبد الرحمن بن مهدي عن زهير عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب أن صهيبا كان يكن أبا يحيى ويقول إنه من العرب ويطعم الطعام الكثير فقال له عمرو يا صهيب ما لاك تكن أبا يحيى وليس لك ولد وتقول إنك من العرب وتطعم الطعام الكثير وذلك سرف في المال فقال صهيب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كناني أبا يحيى وأما قولك في النسب فأنا رجل من أنمري بن قاصط من أهل الموصري ولكني سبيت غلاما صغيرا قد غفلت أهلي وقومي وأما قولك في الطعام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول خياركم من أطعم الطعام ورد السلام فذلك الذي يحملني على أن أطعم الطعام حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئا لا أفهمه ولا يخبر نبيه قال أفطنتم لقلنا نعم قال إني ذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جنودا من قومه فقال من يكفئ هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء أو غيرها من الكلام فأوحي إليه أن أخثر لقومك أحد ثلاث إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم أو الجوع أو الموت فاستشار قومه في ذلك فقالوا أنت نبي الله فكل ذلك إليك خر لنا فقام إلى الصلاة وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة فصل ما شاء الله قالا ثم قالا قالا أي ربي أما عدو من غيرهم فلا أو الجوع فلا ولكن الموت فسلط عليهم الموت فمات منهم سبعون ألفا فهمسي الذي ترون أني أقول اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله حتنا روح حدثنا حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا لقي العدو والله هم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل حتنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله بن عمر وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبيه قال فقال لعمر أما قولك اكتنيت وليس لك ولد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا يحيى فأما قولك فيك سرف في الطعام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من أطعم الطعام أو الذين يطعمون الطعام حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلم تحدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد مع أصحابه إذ ضحك فقال ألا تسألوني مما أضحك قالوا يا رسول الله ومما تضحك قال عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابه ما يحب حمدا لها وكان له خير وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير وليس كل أحد أمره كله له خير إلا المؤمن قال أبي وحدثناه عفان أيضا حدثناه سليمان حدثنا ثابت هذا اللفظ بعينه وأراه وهم هذا لفظ حماد وقد حدثنا قال سليمان حدثنا ثابت نحوا من لفظ عبد الرحمن عن سليمان وذلك من كتابه قرأه علينا حسنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك أني قد كبرت سني وحضر أجلي فدفع إلي غلما فلا أعلمه السحر فدفع إليه غلما فكان يعلمه السحر وكان بين الساحر وبين الملك راهب فأتى الغلام على الراهب فسامع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه فكان إذا آت الساحر ضربه وقال ما حبسك وإذا آت أهله ضربوه وقالوا ما حبسك فشك ذلك إلى الراهب فقال إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني أهلي وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل حبسني الساحر وقال فبينما هو كذلك إذ آت ذات يومين على دابة فضيعة عظيمة وقد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا فقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرض لك من الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس ورماها فقط لها ومضى الناس فأخبر الراهب بذلك فقال أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتل فإن أبتليت فلا تدل علي فكان الغلام يبرئ الأكمه وسائر الأدواء ويشفيهم وكان جليوس للملك فعمي فسامع به فأتاه بهدايا كثيرة فقال أشفيني ولك ما ها هنا أجمع فقال ما أشفي أنا أحدا إنما يشفي الله عز وجل فإن أنت آمنت به فداعوت لها فشفاك فآمنا فدعا ألها له فشافاه شفاه ثم أتى الملك فجلسا منه نحو ما كان يجلس فقال له الملك يا فلان من رد عليك بصرك فقال ربي قال أنا قال لا لكن ربي وربك الله قال لا أولك رب غيري قال نعم فلم يزل يعذبه حتى دالله على الغلام فبعث إليه فقال أي بني قد بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء قال ما أشفي أنا أحدا ما يشفي غير الله عز وجل قال أنا قال لا قال أولك رب غيري قال نعم ربي وربك الله فأخذه أيضا بالعذاب فلم يزل به حتى دل على الراهب فأتى بالراهب فقال ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشارة فيما فرق رأسه حتى وقع شقاه فيما فرق رأسه حتى وقع شقاه في الأرض وقال للغلام ارجع عن دينك فأبى فبعث به به مع نفر إلى جبل كذا وكذا فقال إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه من فوقه فذهبوا به فلما علوا به الجبل قال اللهم اكفينيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون وجاء الغلام يتلمسوا حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله عز وجل فبعثه مع نفر في قرقور فقال إذا لاججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه فلججوا به البحر فقال الغلام اللهم اكفينيهم بما شئت فغرقوا أجمعون وجاء الغلام يتلمسوا حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله عز وجل ثم قال للملك إناك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به فإن أنت فعلت ما آمرك به قاتلتني وإلا فإنك لا تستطيع قتلي قال وما وما هو قال تجمع الناس في صعيد ثم تصلبني على جذع فتأخذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام فإنك إذا فعلت ذلك قاتلتني ففعل ووضع الساهمة في كبيد قوسه ثم رمى فقال بسم الله رب الغلام فوضع الساهمة في صدقه فوضع الغلام يده على موضع الساهم ومات فقال الناس آمنا برب الغلام فقيل للملك أرأيت ما كنت تحذر فقد والله نزل بك قد آمن الناس كلهم فأمر بأفواه السكك فخددت فيها الأخدود وأضريمت فيها النيران وقال من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها قال فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون فجاءت امرأة ببن لها ترضعه فكأنها تقع سد أن تقع في النار فقال الصبي يا أمة اصبر فإنك على الحق ترجمة نانسي قنقر